كل جريد بدون استثناء ولكن لازم أول التنظيم أن نتكلم عن التنظيم باش نضموا نفسكم في نقابة وفي كذا ثانيا أن نتكون نروح الوطنية عالية المقالات تختب بروح وطنية حتى الانتقاد يكون انتقاد لأن الشيء اللي تنتقدوه كان دون مستوى الوطن ولا كان دون مستوى الرأي اللي تشوفوها أنتما تبون تبون عندي بزاف ما ضحكت لكن اليوم ضحكت لما اشتها أول مرة المقطع وكاني عود سمعتها واني يتملكني ضحك وهو ضحي كنك البكاء العصابة هذه الإجرامية ما لقيتش إلا واحد مخبول مثل هذا لكي يجيبوه قال لك لازم تكون مقالات فيها روح وطنية هاي كل الجرائد عندك وكلها تحت صباتكم كلها تحت صبات العسكر وش راي تنتش مقالات بائسة أخبار كاذبة نفخ فارغ ماذا تعني مقالات وطنية ماذا تعني مقالات بدل ما يقول لازم يكون إعلام مهني لازم يكون إعلام لديه ضمير ياخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الجزائري وقيم ومثلا تعني لك مقالات وطنية أعطينا تعريف للمقال الوطني أعطينا تعريف يقول برك مع ذلك رح نوري له باللي رح يكذب وبالدليل هل تتذكرون ذلك الصحفي البائس اللي اكتب على الدقلة إذا ذكرت جيد اسمه حوام في سبتمبر الماضي نظن هل تتذكرون ذلك الصحفي أنا قلت للمساعدة يبعث لي ماذا حدث خلي نشوفه ذلك الصحفي وعلاش دخلوا للسجن وعلاش داروا له استعجال وعلاش خطفوه وداروا له استعجال في اليوم الموالي للمقال ودوه للسجن وحكمه عليه لماذا سنشوفه مع أنه مسكين كتب مقال وطني كتب مقال هاو عندك في جريدة الشرور في 7 سبتمبر 2022 هي جريدة الشرور هذه ما تنشر إلا الأكاذيب والشرور لكن الآن لآخر يأتي معلومة أو يأتي مقال او يأتي كتب هذا لمن يريد أن يرجع لها ويلقاه في الانترنت في 7 سبتمبر 2022 على الأقل نحن لدينا نسخة منه وإذا لم يصحبوه واذا كتب هذا صحفي ويسمى بالقاسم حوام كتب في عقاب اجتماع مشترك حول قضية العلاج بمواد مضرة وقف فوري لتصدير تومور داقلة نور الجزائرية وعنوان تحتها خسائر كبيرة وسط المنتجين ولقاء عاجل لإنقاذ المحاصيل وتحتها عنوان صغير إرجاع شحنة من ثلاثة ألاف طن غير صالحة للاستهلاك وهذا كان صح فرنسا رجعتهم ثلاثة ألاف طن تحت الدقلة لما وصل الدقلة الجزائرية عندهم شافوا باللي فيها كثير من مواد هذه انتع اللي قوموا بها الذباب والبعوض إلى آخر يعني مواد كيميائية فالفرنسيس اللي قوا فيها الكمية كانوا قبلهم الأمريكان في الحقيقة أيضاً كانوا منعوا الدقلة الجزائرية قالوا لي أنها فيها بزاف مواد كيميائية تعالج بالمواد الكيميائية بشكل كبير جداً وهذا يعرض المستهلك إلى تزادة المادة بشكل بحد معين يعرض الناس إلى الأمراض مليئة بالأمراض مثل المبيدات الحشرية إلى آخرها قامت القيامة ولا تقال على المسكين هذا مع أنه انقل أشياء رسمية واسمعها من هذو اللي كانوا ملتقين در اجتماع مشترك وهي أن فرنسا رجعت الثلاث طن من الدقلة الجزائرية أن فيها مبيدات أكثر من مبيدات الكيميائية هذه دات الحشرات لم يكتب إلا على الدقلة الجزائرية لم يكتب على حكم العسكر لم يكتب على الجنرالات وصراعاتهم لم يكتب على بون ويرا وما فضح وما كشف لم يكتب على تبون وقضية الكوكايين وقضية الخلافة وتورطه هو وابنه وزوجته لم يكتب على أي والي مفسد ولا رئيس دائرة ولا رئيس بلدية لم يكتب حتى على آخر كوميسار في آخر كوميسارية في الجزائر لم يكتب لم يكتب على الفساد في وزارة التعليم العالي ولا في وزارة التعليم التربية ولا في وزارة ما يسمى بالعدل لا على القضاة التليفون ولا قضاة الفساد لم يكتب على الدقلة كتب على الدقلة اللي رجعتها فرنسا قالت فيها المبيدات الحشرية يعني ناقل خبر من عند جرائد فرنسي فاسوجين المفروض هذا بالعكس هذا راه يوري للمسؤولين باللي يولدي هذا ما قال المفروض فيه بالعكس يشكر صحفي هؤلاء المبيدات لا كثرتوا من المبيدات الحشرية يوريها للمسؤولين الفلاحي إذا كثرتوا من المبيدات الحشرية راو ما يتباع لكمش في الخارج لأن الدول في الخارج تحترم شعوبها عندها أجهزة رقبية كما عندنا احنا لكن احنا عندنا ما تخدمش أو تخدمش كارا فالظالمي واللي مظلوم والمظلومي واللي ظالم واللي مش دير مليحي واللي دير مليح والعكس صحيح طيب تابون هذا كتب على دقلة نور ما كتب لا على فسادك ولا فساد ولا أسرتك ولا ابنك ولا ولاتك ولا الجنرالات ولا الوزراء ما كتبش عليهم سو جين هل نشوفوش حكمو عليهم أصدرت هذا خبر جاي من الخارج أصدرت محكمة جزائرية منين هذا اللي جايبينه من الحرة قناة أمريكي موقع وقناة أمريكي أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن عام منه شهرين نافذين بحق الصحفي بالقاسم حوام بعد اتهام وبنشر أخبار كاذبة في مقال عن رفض الشحنة تومور جزائرية بعد تصديرها بسبب معالجتها بمبيدات محظورة حسب ما ذكرت الثلاثاء صحيفة الشروق التي يعمل بها وأوضحت الصحيفة أن الحكم الصادر مسال التغاثاء عن محكمة الجنح بحسين دايب العاصمة أدان بالقاسم حوام بجنحة نشر وترويج أخبار كاذبة بالسجن عام حبس عام حبس دارون منها شهرين نافذة من بعد بارك لما سراب ضجع في البداية كان عام كامل وحطوه مباشرة في السجن عن أي إعلام يتكلم تبون والله لو كان هذا الإعلام يذكر أي خطأ ومرات مش حتى خطأ مرات يذكر حقيقة كما هي وينقلها اللي تعاقبهم ولذلك لم يعودوا إلا يقدسونكم فقط ولو غير ينفخوا فيكم ويقدسوا فيكم لأن أصحاب الدكاكين تعهد الجرائد خايفين لما تعطوا لهم مش من درهم الشعب خاصة عن طريق الأناف وما يدفعوش الضرائب وما يدفعوش حق الطباعة وما يدفعوش فهم كلش باطل هاي قالوا لكذبوا خليني نكذبوا معاهم مادام راهم يدوا في الملايين صحاب الدكاكين وهاي الوطن هذه آخر واحدة كانت مرة مرة تكتب حاجة ولا هي دخلت ولت الآن نسخة المفرنصة للشروق وصاحب ليبيرتي لأنه ملياردير ويريد البزنس غلقها تماما ربرا بكانش لكن خليني نشوف وش يقول هو على إعلام قال لك عندنا إعلام كبير وعندنا وش قال خليني شو الزاد قال على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحفة ولا في غير صحفة واشتراع عن الجزائر أولا الجزائر عندها تقافي أبنائها أغلبهم بسم الله لمنقوش الكل ثانيا عندما نرى الزخم على الجرائد المكتوبة التي موجودة في الجزائر لم يكن موجودة في مكان آخر لا يوجد الدول ربما الراقية صعب بش تكلم على هذه المؤسسات التي تعطي نفسها حجم دولي تبقى مهما كان الحالي نوان جي الزخم الزخم اللي موجود في الجزائر تلك المقالات التي تبدع في السياسة كما في الاقتصاد في التكنولوجيا كما في الصحة في شؤون المحلية والمدارس والجامعات كما في شؤون الدولية ذلك الزخم تلك الجرائد والمواقع التي يتقاطر عليها الناس من كل حدب وصعوب حتى اللي ما يعرفوش العربية والفرنسوية ترجموها إلى الإسبانية وإلى الهندية وإلى الصينية وإلى الإنجليزية وتنشر وتأخذ من الجزائر في هذا الزخم الصحفي وتنشر في كبريات جرائد العالم ألا ترون أن الواشنطن بوست أن الشروق بوست والخبر نيويورك والخبر تايمز والوطن لا أعرف ستريت جورنال ستنشر عندنا ما زلع ما زخم أكاد أقسم غير حانب أنه ولا واحد من المسعورين يقرأ ولا ولا نشاف من هذا الجرائد وأن هذه الجرائد اللي راه يترح لهم لمكاتبهم وكذا بش هم يشيروا أصحاب الدكاكين على الجرائد وما يدفعوش وقالوها قالوا ما راهما ما يدفعوش للضرائب ونطبعو لهم باطل إلى آخرين ما نعطي كل شيء باطل وبالصح أبقى قدسونا أبقى قدسوه هذا التعبان الذي لا يحسن أي كلام ولا يفقه أي حديث وكأنه في لقاء تعقهاوين تعناس ما قرأوا ما شافوا وكأنه وكأنه أبقوا قدسوا فيه قدسوا في واحد مثل شنقريحا يتحدث على الأصولية وهو مواحد من كبار المجرمين وتجي جرائدهم أهل الجيش يقول أهل الجزائر تقول ويبدأ هو تبون قال لك الجزائر وأبنائها أغلبهم هو الجزائر لأنه هو الجزائر فهو اللي يحكم على أبنائها أغلبهم وأقلهم هاي مسخرة هذه مش عارف مع واحد من الصحفيين والله مع الجزيرة اللي جات تسيرش فيه يقول عنا ثمنمائة صحيفة تصدر في البلاد بين مجلة وصحيفة وقال عنا ثمنالاف صحفي عجيب شوف رأي الشعب الجزائري هذا في وقت بوتفليق اللي كانت شوية صحافة عندها واحد الخمسة في المئة ولا عشرة في المئة نتاعها مش مناظرة اسمع واش كان يقول الشعب الجزائري على الصحافة اللي راي أبشع بي كثير الآن في زمنك شوف واش كان يقول الشعب الجزائري شوف رأي الشعب الجزائري شوف رأي الشعب الجزائري هذا مقطع هذا مقطع آخر أوراي الشعب الصحافة الزاخرة في الجزائر مع ذلك كما قلت وللإنصاف أن الصحافة في زمن المقعد المحنط نقدر نقول كانت أفضل بحوالي 10% وكان من حين لآخر فيها انتقادات أو فيها شيء للمسؤولين طبعاً ما يمسوش الولي السفيح اللي هو الجنيرالات هاته ما يمسوهمش لكن كانت فيها بعض الأشياء ومرة ما رايش سمحوا لهم لما أعطاه مثلاً القايد صالح بجنيرالات الكوكاين سمحوا لهم باش ينشروا على الموضوع مثلاً فيتبون انتظرك لك تخاطب فيه ناس ولا تخاطب فيه ناس تعتقد أنهم مصابين كما أنت بما بعته ذهني مصابين ب أنا دائما نقول منينجابوه هذا تبون منينجابوه يعني هذا المجرمين تالجنيرالات كانت أمامهم بعض الوجوه اللي يقدروا يجيبوا بها شوية يعقبوا بها الوقت طبعاً ذاك الوقت اللي فرض هذا الأمر هو قايد صالح وبعزة والسينارية فعث الثامن لأنه كان حاب يجيب ميهوبي ميهوبي سافية لا يقل سافاهاتهم لكن لكن موش لهذا الحد هذا محتوه هذا هذا المشبه ما عندوش عقل خاطب الناس وكالنا را يتحدث على سويسرا ولا على السويد اللي الناس توجهها لانتقادات والإعلامة توجهها لإعلامات وبعدها قال لك هل رساف هذه هل رساف هذه منظمة استني وانجي ما عيش أمم المتحدة وانجي خبارجي هل كيف فهمنا درارني هذا خبارجي ولا وهذه الراساف اللي انت تقول باللي هادو منظمات علاه جبتهم ما لعلش عرضتهم وعلاش خذيت رسالة من عند خالد درارني لماذا طبعا خالد درارني إذا كان على الأقل أنا من هنا نوجه له عتاب أخاوي نقول له رحت باعتبارك ممثل الراساف وخذيت رسالة مقبول منطقيا مقبولة لكن أنا نقول له مسيو البريزيدون وتجلس في مجال وتأكل معهم وتقصر معهم وتتحك معهم لا هذه كانت إساءة لك وإساءة لما تدافع عنه في الحراك نغلق القوس نرجع لتابون طيب تابون انت استقبلت هذا هاكا رساف اللي قلت هاكا استقبلت اللي موجه أي ممثل الشخص اللي سجنت انت سجنات ومخابراتك وقضائك وتهمت بأنه خبارجي وجاب لك رسالة على شخص آخر هو زميل ورئيسه في العمل اللي هو قاضي إحسان على مغرب على راديو أم جاب لك الرسالة عليه تعال الرساف قاضي إحسان أيضا اتهمت انت في تلفزيون بأنه خبارجي فهمنا واش الخبارجيات استقبل هم هذا الاستقبال يا إما خبارجي وما تستقبلوش يا إما موش خبارجي وهنا ركتكذف في روحك علنا والله يا إخواني خليني قولها لكم مش عارف مش عارف داخل الشعب الجزائري هذا شكون اللي دار ظلم غير مسبوخ وغير موصوف فابتلية الجزائر بهذا العصابات وممثلها هذا تبو كان جزء من الشعب هو شخص أو دعا للبلاد هذه أو الناس ارتكبت الذنوب ما عندهاش حدود فربي بتلانا بيهم ليش برك فتنة هؤلاء يعني لا منطق لا عقل لا حديث مفهوم شي وعكسه قل لك حنا عنا أكبر تغطية الكهرباء في العالم حنا عندنا أفضل منظومة صحية في إفريقيا حنا عندنا ما نش عارف الآن يقول لك الجزائر والزخم الصحافي فيها وين رايح هذا الإنسان وين ماشي وين ماشي بهذا الكذب مش معقول موسيقى